ينطوي الاستفتاء الذي يصوت خلاله البريطانيون اليوم على مخاطر كبيرة لمستقبلهم الاقتصادي ولكن ذلك لا يخلو أيضا من بعض المكاسب في حال فضلوا التخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي نبدأ بسيناريو ما يمكن أن يلحق الاقتصاد البريطاني من أضرار الخروج من الاتحاد الأوروبي عن التخلي عن السوق الأوروبية المشتركة التي تضم 500 مليون مستهلك وحرمان الشركات البريطانية من تصدير السلع إليها إلا بعد إعادة التفاوض حول اتفاقيات تجارية وعندما تغلق أبواب السوق المشتركة أمام الشركات البريطانية ستكون الضربة قوية على الجنيل استرليني الذي سيفقد بعضا من وزنه في التجارة العالمية وبمغادرة السوق الأوروبية المشتركة الشركات العالمية قد تنقل من قرها إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى تصل إلى أسواق التكتل بسهولة وهذا قد يعني أن مئات الألاف من الوظائف داخل بريطانيا قد تلغى الخسائر الأخرى المتوقعة في حال الخروج ستكون أكبر في القطاع المالي الذي يساهم بنسبة تراوح بين 8 و 12% من إجمال الناتج المحلي لبريطانيا وسيتعين على هذه المؤسسات في حال خروج بريطانيا أن تنقل نشاطها بأكمله أو جزء منه إلى بلدان أخرى في الاتحاد هناك خسائر لبريطانيا على صعيد الاتفاقيات التجارية فالبلدان الكبرى تفضل اتفاقيات تجارية تجارة حرة مع بلد ضمن تكتل أوسع مثل الاتحاد الأوروبي فقد قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون في آخر الطبور في التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة وبالمجمل يقدر معهد إيفو الألماني للدراسات الاقتصادية خسارة بريطانيا المتوقعة بأكثر من 336 مليار دولار وتوقعت حصول أضرار شديدة في نموها الاقتصادي وأنشطاتها المالية والصناعية وهنا نشير إلى أن بريطانيا تسهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5% من دخلها القومي وإذا ما استعادت هذه المساهمة فلن تغطي التراجع المتوقع في الدخل القومي والذي يصل إلى 3.5% بسبب خسارتها الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة نأتي إلى ما قد تجديه بريطانيا من خروجها من الاتحاد الأوروبي يقول المؤيدون لهذا الخيار إن ذلك يعني تخلص من الاتفاقيات الملزمة وإعادة التفاوض بشروط أفضل مع الاتحاد الأوروبي وسيساعد ذلك على عقد صفقات تجارية أفضل مع الدول الأخرى وعلى جانع وائد ضخمة عبر إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي المرهقة أيضا سيكون بوسع بريطانيا أن تتحكم في حركة انتقال العمالة من باقي الدول الاتحاد دون قيود من بروكسل إضافة إلى تقليص حجم التحويلات المالية نحو البلدان التي كانت تتضفق منها العمالة الأجنبية نحو البلدان